يزين خسيفا لنزويلا كمية صغيرة من مسحوق الذهب على ميزان رقمي ثم يضعها جانبا لدفع ثمن الوقود في ولاية أمازوناس الفنزويلية حيث يعتبر هذا المعدن الثمين العملة المفضلة وعلى متن القارب الألي لوح من الورق المقوى عليه أسماء المنتجات المتوافرة للبيع مع أسعارها المحددة بخطوط من مسحوق الذهب في منطقة يطعم فيها التعدين غير القانوني أفواه العديد من السكان ويعادل الخط الواحد عشر جرام من الذهب الذي تتغير قيمته حسب سعر البيزو الكولومبي في يوم وصول فالنزويلا وراميريز إلى كاريتشي كان سعر الخط يبلغ حوالي عشرين ألف بيزو كولومبي وهذا يعادل حوالي ستة دولارات لكن العملة الخضراء ليست مستخدمة كثيراً في هذه المنطقة على عكس سائر أنحاء فينزويلا إن كنت ترغب في جني مائة دولار في فينزويلا إذن أنت بحاجة إلى معجزة يا أخي ورغم موقعها في حديقة محمية تضم كنزاً دفيناً من التنوع البيولوجي فإن التعدين الذهب ينمو بمقدار مائتين واثنين واربعين هكتاراً ما يقرب من ثلاثمائة ملعب كرة قدم سنوياً وفقاً لمنظمة SOS أورينوكو غير الحكومية وفي تقريرها الأخير عام 2019 قالت المنظمة إن التعدين في الحديقة يغطي مساحة 2227 هكتاراً ترجمة نانسي قنقر